إذن مشاهدين الكرام ينضم إلينا الدكتور عمر عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أهلا بك معنا دكتور عمر يعني حالة حوارية مباشرة فيها الكثير من الشفافية والمصارحة بين الدولة المصرية وأيضا بين الشباب المصري الواعد بين أطياف المجتمع المصري بكل فئاته وأطيافه كيف تصف ما تبعناه مع حضرتك من حوار فيه الكثير من الصدق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري تمام طبعا بحي حضرتكو شرف لي أكون مع حضرتكو يعني أنا أولا طبعا حوار هام وإحنا بنشعر بالفخر في الجامعة المصرية اليابانية من إشادة دولة رئيس الوزراء بالجامعة المصرية اليابانية وأحب أقول لحضرتك أنه يعني الجامعة المصرية اليابانية اللي هي أنشأت بفكر مختلف تماما ويعني لأنها بدأت 2010 كجامعة بحثية وكانت بتقدم برامج دراسات أوليا فقط وبدأت تقدم برامج باكالوريوس في 2017 الخطة الاستراتيجية الحالية بتاعة الجامعة المصرية اليابانية هي لدعم تنفيذ مخرجات رؤية مصر 2030 أهم حاجة بقى في رؤية مصر 2030 هو الشباب هو الشباب من الألف لليال لأن خطة مصر رؤية مصر 2030 بتهدف من أهم أهدافها لإيجاد فرص عمل لائقة ودعم الاقتصاد القومي وزيادة القيمة المضافة في الصناع المصرية وحضرتك هو ده بالضبط اللي الجامعة المصرية اليابانية بتقوم بيه الجامعة المصرية اليابانية بتهتم ببرامج متميزة طبعا بالشراكة مع الخبرات اليابانية علشان الحقيقة نمكن شبابنا من الافتحواذ على فرص العمل المحلية والدولية وطبعا ده له عواقب كتير قوي ويعني يكفي أن احنا نعرف أن في تقارير البنك المركزي من أكبر مصادر الدخل الدولاري لمصر تحولات المصريين العاملين في الخارج المؤهلين حضرتك طبعا يعني فخامة الرئيس تكلم عن الفجوة الدولارية الفجوة الدولارية عشان تنزل زي طبعا ما فخامة الرئيس قال وطبعا معالي الوزراء تقليل الاستيراد تقليل الاستيراد يعني زيادة القيمة المضافة وإحنا غير البرامج الدراسية الي عندنا إحنا يعني بقوة بنتعاون مع جهات صناعية كتيرة في مصر استشارات وتطوير يعني معدات وتطوير منتجات ومش بكس كده وحضنات عشان أفكار تنشأ شركات الحقيقة احنا بننفذ يعني طبعا بدعم من مجلس الأمناء برئاسة معالي السفيرة فايزة بالنجا ودعم الشركاء اليابانيين احنا تقريبا يعني انا سعيد جدا بذكر الجامعة المصرية اليابانية لأن الحقيقة اللي احنا بنعمله ترجمة حرفية ليمكن نقاط كثيرة من اللي أثرت في النقاش والمحور الرئيسي بتاعنا الشباب 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 طيب دكتور عمرى حضرتك ذكرت انه الجامعة المصرية اليابانية بتتماشى بالتأكيد في خططها وفي أهدافها مع استراتيجية مصر عشرين ثلاثين حضرتك ذكرت عدد من النقاط وعلى رأسها الشباب ما النقاط الأخرى التي ربما تحتاج إلى تطوير وتحديث في المنظومة التعليمية حتى نصل إلى ما تصب إليه هذه الاستراتيجية حضرتك احنا يعني بالفعل محتاجين أنه المناهج بتاعتنا عموما تكون يعني أقرب ما يمكن للمناهج العالمية نعم من حيث يعني ترتيب المقررات لأن حضرتك ده بيسهل جدا أنه أنه خريج من عندنا أنه يستحوذ على فرص عمل أجنبية وعلى فكرة مش لازم يسافر وطبعا يعني معالي وزير الاتصالات ومعالي وزير التعليم العالي بيناقشوا آليات كتيرة لحتى أن احنا نستحوذ بعض الشبابنا يستحوذ على فرص عمل دولية من وهو قاعد في مصر نعم ده مهم جدا أن المناهج تبقى متوافقة مع المناهج الأجنبية عشان يسهل ترجمة اللي الطالب ياخد طيب دكتور عمر بنسبة كم التوافق برأي حضرتك يعني ما الذي تحقق في مسألة المناهج حتى الآن بنسبة كم نحن متوافقون مع حصل توافق لا لا الحقيقة حصل تطور كبير في السنوات الأخيرة عشان التوافق ده يحصل آآ نحن طبعا يعني يعني بناء تمنى طبعا بيه عملية مستمرة للتطوير وأعتقد إن شاء الله في السنوات اللي جاية حيبقى فيه تطوير أكتر وأكتر في هذا طبعا الأمور الأخرى اللغات وبناء الشخصية وبناء يعني بعض المهارات والانفتاح على الثقافات ده مهم جدا حضرتك بالمناسبة ما فيش طالب عندنا بيتخرج من الجوعة اليابانية إلا وبياخد ثلاث كرسات لغة يابانية ولغات في الثقافة اليابانية نعم نعم أسمعك دكتور عمر تفضل طيب دكتور عمر عدل رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أشكرك جزيل الشكر على المداخلة الكريمة من حضرتك